والله الكصة عشان محدش يفتكر اننا بنتكلم عن الوضع الحالي الكصة من سنين طويلة ده تراث وتاريخ اللي بتعمله ادارة النادي الاهلي ده استمرار لمسيرة طويلة اجيال بتكمل بعض وادارات بتكمل بعض شوف البعثة في المغرب كل شيء معمول حسابه الترتيب للسفر كان من فترة كبيرة لكل التفاصيل وبالثانية وبالديقة كل واحد قبل ما يسافر عارف دوره ومهمته مين هيتكلم ومين هيهتم بالتدريبات الشق الاعلامي اللوائح التسويق ازاي كمان تبيع حواءك التسويقية في البطولة كمان النادي الاهلي في هذا الحدث الكبير ازاي تقدر من خلال اسم النادي الاهلي وانت في موجود في حدث كبير وعالمي ازاي الافكار اللي خارجي الصندوق ازاي تقدر من اسم النادي الاهلي وفي الحدث ده تقدر تجيب فلوس للنادي الاهلي شوفنا كمان الاعلان اللي على تشيرت النادي الاهلي مجموعة العرجاني اللي عملت دلوقتي توقامة مع كل شركات النادي الاهلي هو ده الاهلي وهي دي اداراته وهي دي المسؤولين اللي دايما بتفكر وتشتغل وبتجيب دايما افكار خارج الصندوق مليون في المية ما عندهاش وقت انها تمسك الحديث ده كل يوم علشان تطلع تتكلم لو اتكلمت مش هتشتغل لا تشتغل لا تتكلم في ناس سبنا لها الكلام لكن في ناس زي اللي عندنا دايما بيشتغلوا علشان جمهورهم وعشان لعبتهم وعشان دايما التاريخ دايما يكون النادي الاهلي فيه المقدمة كل ده شيء وانك تشارك في كاس العالم للاندية للمرة التامنة شيء تاني ترجمة نانسي قنقر